نتكلم عن الجماعات والتنسيق ودخول الكليات وفي الوقت الحالي بعض الكليات في الجماعات الحكومية والخاصة وكمان الأهلية بقت بتشترط على الطالب الدخول في اختبار قدرات وده لتقييم قبوله في الكلية اللي عاوز يدخلها الاختبار ده بيحدد إذا كان يصلح لدراسة التخصص ده ولا لا هنا بقى بيكون محور حوارنا النهاردة إزاي شبابنا تنمي مهارتهم وقدراتهم إزاي يقدروا يكتشفوا أدواتهم اللي هيستخدموها في المستقبل عشان يقدروا يحققوا أهدفهم وطموحاتهم هل جوه كل شاب بطاقة كده زكية غير مكتشفة محتاج أنه يدور عليها الإجابة على الأسئلة هيكون مع ضفنة اللي منوارنا النهاردة في الستوديو الدكتور رأفة يوسف أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية صباح الخير عليكم صباح خير يا دكتور يعني موضوع مهم جدا بعض الكليات لها اختبارات خاصة بيها بعد ما يكون الطالب جاب درجة اللي محتاجها عشان يلتحق بهذه الكلية بتجي بقى هنا امتحانات تانية ممكن تقول محتاجها أو يقدر يلتحق بالاختصاص ده أو لا أهمية اختبارات القدرات أي هو بس احنا عايزين نغير المفهوم الزهني شوية عند الشباب لفكرة أن أنا شاطر الشاطارة مش معناها أن أنا حافظ أو مكان التصوير فأنا شايف فاكر كل اللي موجود في الكتاب والدليل على كده أن احنا في سوق العمل ما بندورش على أوائل الدفعة احنا بندور على الناس اللي عندهم مهارات وأحيانا بنقول عليها مهارات ذكية اللي هي السوفت سكيلز اختبارات الخدرات دلوقتي هي بتشوف مدى صلاحية الشخص اللي يدخل الكلية ليه مش خصة مجموعة وخلاص يعني عندنا حاجات مهمة جدا فكرة الاي كيو اللي هو الزكاء الأكاديمي اللي هو الانتليجنس كوشن وعندنا نوعين تانيين من الزكاء ممين جدا الزكاء الاجتماعي والزكاء الانفعالي فانا عندي ثلاث حاجات يعني أنا لو هاخد قدرات الشاب بكلها وحطها في الثلاث حاجات دول لازم بفاهم ايه الفرق بينهم الاي كيو هو احنا بنديره بعض الاختبارات اللي ليها علاقة بالزاكرة ليها علاقة بالتعامل مع الأرقام ليها علاقة بربط الأشياء ببعضها ليها علاقة بقوة الملاحظة ده الاي كيو الجزء التاني اللي هو الزكاء الانفعالي لما بتحط تحت ضغط بتعامل ازاي وخصوصا لو هو هيدخل كلية الكلية دي هتخرجه يشتغل هيتعامل مع عميل يعني أنا مثلا داخل نفس كل التجارة هطلع بعد كده اشتغل بانكينج فاشتغل في بنك وممكن يكون شغلي في البنك فرانت اوفيس يعني بتعامل مع جمهور هل هبع عندي القدر ان انا اعرف استوعب عميل وعميل منفعل ولا لا النوع التالت والزكاء الاجتماعي فيه شغلانات معينة زي شغلانات بتاعتكم مثلا احنا بتشتغل الوقت يمتكلم على الهوى زكاء جيه مثلا واحد ضيف او واحد متصل مشاهد اتكلم بشكل مش لطيف ازاي هعرف ارد عليه لو ما عنديش حتة الزكاء الاجتماعي الدنيا وقفت معي فدلوقتي بقت الكليات بتبص الفكرة لا مش عايز مجموع بس المجموع بيعمل لي ريفليكشن او انعكاس للايكيو اللي هو الزكاء الاكاديمي لكن انا عندي بعض الاختبارات التانية اللي بتقيس قدرة الشخص نفسه على التعامل مع طبيعة الوظيفة نفسها يعني هقول لحاك مثلا شغلانة زي التسويق انا محتاج مهارات الابداع مهارات الابداع ممكن معرفهاش من خلال المجموع بتاع الثانوية العامة لكن انا بتديله هتديله بعض الاختبارات اللي تشوف الشخص ده مبدع ولا لا طيب ده عظم جدا ده معنا ان احنا عنينا للفترة اللي فاتت من ناس جايبين درجات عالية في الثانوية العامة ومن الاوائل لكن ممكن يدخلوا كليات ميقوش موفقين فيها او مش قادرين يقوموا بالمهام بتاعت الوظيفة بتاعتها بعدين فده كان السبب ان فيه اختبارات قدرات لكل الكليات لانه احيانا الطالب في المدرسة او في نهاية ثانوي هو انا حابب طب طبعا حابب طب ليه احنا بنقول له طيب قبل ما تقول انا حابب طب عشان انت بتحب البيولوجي او شاطر في البيولوجي او انا حابب هندسة عشان اشاطر في الماث الفكرة اقعد مع حد بيدرس في الكلية وشوف طبيعة المواد شكلها ايه اقعد مع حد تخرج وبيشتغل مهندس او بيشتغل طبيب وشوف هل انت امكانياتك وقدراتك تتواكب مع طبيعة الشغلانة ولا لا لان احنا احيانا بناخد كده لقطة انا حابب كله طب يعني انا اساسا كن طبيب بشر اشتغلت فترة في طب النفسي وبعدين عملت شفت كامل للادارة فهنا انا كنت بحب طب لان انا شايف ان كلها حلوة ومرموقة حوليها يعني شكل اجتماعي جميل لكن انا مشوفتش طبيعة الدراسة يعني كلية طب مثلا الارهاق اللي بيحصل للطلبة واحساسك وانت في ست سنين بتاع كلية انت مبتعرفش ايش حياتك هل انا هقدر اعمل كده بعد بتخرج من الكلية حياتي كلها عبارة عن اراية والطلاع هل انا هتماشى معا كده ولا لا احنا بنشوفش الكلام ده بس انا بشوف دكتور من بعيد راجل مشهور وغني مش مفروض ان انا ببص لانا ببص ما وراء الكواليس دي حاجة مهمة جدا ان الشباب او الطلبة يبصوا عليها عشان كده احنا يعني الهدف ان احنا نربط اللي محتاجه سوق العمل باللي هيدرسوه عشان ما يتخرج لناش مهندسين ويدا كاترا مشتاقين شغل عشان هما الكواليفيكيشن ساعتهم او مؤهلتهم الشخصية يعني حتى مش اقول العلمية مش مؤهلين ان هما يشتغلوا الشغلانات دي حضرتك الدكت مسال حلو جدا مثال حتى الناس بتشتغل فرونت اوفيس سواء في بنوك او غيره او غيره عملاء كثيرة بيعانوا ان هما يتعاملوا معهم لانه ما بيعرفوش يهندلهم سوري في اللفظ ما دب فانا بالتالي انا لو داخل متنر في السنة هقفش عليه خالص احنا عندنا ثلاث حاجات مهمة جدا لاي وظيفة الحاجة الاولى ده يعني الطلبة لازم يفكروا والمثلث ده لازم يبقوا متوافر التلاتة اول حاجة وظيفة تمشي مع امكانياتي حاجة تانية وظيفة يكون عندي حب لها او الباشن اللي احنا بنقولها عليه حاجة تالتة وظيفة يكون سوء العمل بيتطلبها والتالي هتجيب لي فلوس شلت حاجة من التلاتة دول فالوظيفة دي وظيفة غير مناسبة ليا تمام وظيفة تناسب امكانياتي افردنا مش عارف حد امكانياتي بالزبط هلينفع والدي او والدي او والدتي مثلا ممكن يساعدوني في حاجة دي طبعا بس هو مفروض حضرتك الاب والام يكون عندهم درجة من الزكاء تبع التقرير تقول الولد بيميل لي ايه اثناء مثلا الفوسحة بيعمل ايه الاكتيفتز اللي بيعملها في الكلاس شكلها ايه فانا اقدر اخد انطباعه والولد ده شاطر في ايه هل هو رايح ناحية فيه تأسيمة شهيرة دائما نكلم عليها هو الفص الايمن من عنده في المخ هو المسيطر اكتر ولا الايسر الفص الايمن مسؤول عن الابداع وعن الكرياتيفيتي وعن اللغة وعن الفنون ده الفص الايمن يؤدي بقى ايه ممكن يدخل هندسة امارة مثلا ممكن يدخل فنون جميلة ممكن يدخل فنون تطبيقية حاجات كلها اللي هي محتاجة تخيل وابداع النصف الايسر من المخ لو هو المسيطر عندي يبقى انا هروح ناحية الارقام ادخل مثلا بيزنس ادخل تسويق ادخل حسابات هو ده الجزء وما ينفعش اختار كلية عكس الديفولت بتاعي فانا لو الجزء الايمن هو المسيطر ودخلت في حاجة فيها ارقام غالبا مش هنجح ولعكس صحيح لكن برضو نرجع ونقول ان مساعدة وليه الامر ليه حدود عشان ما يبقاش تدخل هي ليه حدود عشان ما يبقاش تدخل او اكبار بس احنا عندنا مشكلة تانية احيانا الاب والام الثقافة بتاعتهم او التعليم بتاعهم ما بيكونش عالي فبتالي هو مش قادر يساعد ابنه وفيه جملة بزع القوي لما يجي طالب يسأل ابوه ادخل يا بابا كلية طب مثلا ولا كلية صيدلة يقول لي حبيبي اللي انت شايفه صح اعمله مش حاجة اسمها كده دور الاب والام ان ان انصح الولد لان انا كاب وكام عندي خبرة اكثر من الولاد الاجانب عندهم كلمة حلوة اسمها المانوال اللي قادر بيشتري حاجة دلوقتي يدخل يمسك المانوال يقرأ انت ابنك قرب على ثانوية عامة ادخل كده تفرج على المجلس العلاء للجماعات كل وزارة التعليم العالي اخد معلومات عشان ترد علي يعني انا عايز اقول لحك مثلا فيه ناس كتيرة ما تعرفش كليات فنون تطبيقية مثلا الناس فهمة انه هطلع فنان تشكيلي ما فيه قسم غزل ونسيك في الفنون تطبيقية هو مش فاهم الكلام ده فيه كليات دلوقتي بتجمع بين حاجتين يعني ابني مثلا بيحب التكنولوجي وبيحب البزنس طب ما فيه كليات انشئة دلوقتي زي مثلا عندنا في الاكاديمية البحرية حاجة اسمها بي اي اس اللي هي البيزنس انفورميشن سيستم جوج امانها تكنولوجي وجوج امانها بزنس فعدم المام الاب والام بكل الكليات الموجودة بيخليه ومركز اكتر على الكليات المشهورة تجارة وقلسن واعلام طب ما فيه حاجات كتيرة جدا موجودة بنشوف بعض الشباب بيفكروا كده خارق استندوه وما بيحتمدوش بس على الوظائف اللي ممكن يستنوها سواء من شركة او من الدولة او 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 وبيبتدوا هم يخترعوا لنفسهم حاجة فبيبقوا هم رائدين اعمال او ازاي نقدر ننمي مهارات الطلاب من خلال هذه الامتحانات للقدراتهم ان هم بعد كده يفكروا برا استندوه ويقدروا يعملوا حاجة هم يبقوا رواد اعمال مثلا طبعا هو اللي حاجة بتقوليه ده هو اللي بنجح دول كتير يعني اليابان والمانيا تلاقي عندك شركات كتيرة جدا عبارة عن كانت ستارت اوبس او يعني رواد اعمال نجح انا لازم اعرف انا انفع في القصة دي ولا لا لانه فيه ناس حتى باللفز البلدي يقولك يمسك التراب يبقى دهب الشخص ده هو اللي اقول عليه رائد اعمال بمعنى ان هو بيدور على فكرة تكون الفكرة دي مش منتشرة في السوق حتى فيه استراتيجية لطيفة دايما نتكلم عليها في البزنس اسمها استراتيجية المحيطات الزرقاء لما تدخل في حاجة ادخل في حاجة ما يكونش فيه منافسة عنيفة جدا عشان تقدر تباين فيها الحاجة التانية هل انا عندي القدرة ان انا اعرف اعمل خطة تسويقية كويسة اعمل خطة هل انا شاطر في كده ولا لا شاطر خلاص يبقى ادخل في الحتة دي مش شاطر وانا معايا فلوس يبقى اجيب حد يقدر يساعدني بشكل او باخر النقطة التانية حتى لو انا اشتغلت في وظيفة وظيفة اساسية الانترنت دلوقتي بيساعد الطلبة حتى وهو في الكلية ان يجيب فلوس يعني عندنا كذا حاجة مثلا فيه حاجة اسمها الافليت موركتنج اللي هو التسويق بالعمولة فيه حاجة مثلا اسمها جوجل فيه ويب سايتس لطيفة جدا ياريت الشباب يدخلوا يبصوا عليها اسمها فريلانسينج ويب سايتس او الويب سايتس اللي هي الخاصة بالهواة انا في الكلية دلوقتي والدي امكانياته على اده عايزة ساعده طب انا ممكن اشتغل والشغلانة دي ما بتتطلبش وجود فعلي انا بعرف اعمل حاجة معينة بعرف مثلا اعمل ويب سايت بعرف مثلا صوتي حلو فاشتغل بدخل على المواقع دي احط شغلي او يعني نمازج من شغلي الاقي الشركات بتتواصل معي انا شوفت شاب منازل فيديو قبل كده عامل ايه بقى يا دكتور واخد بيقول على بعض المواقع انه هو بيعمل لوجوز بياخد الريكوست تحت الناس او طلبات الناس بيعملها على فريلانسج ويب سايت ده فهو ما بيعملهاش في الحقيقة لكن بيخلي ناس تانية تعملها له فبيكسب وبيكسب ناس تانية معاك انا عايز اقول لحك فيه ولد مصري على سايت اسمه أبورك وصايت امريكاني بيكسب 400 دولار في الساعة ليه احنا ما نفكرش بالمنظر ده فدي حاجات وفيه ووب سايتس كتيرة جدا مصري عندنا خمسات وعندنا مصري عندنا حاجات كتيرة جدا ليه الشباب بدل ما يقول اصنا زروفي صعبة وانا مش قادرة وحاطت طول النهار الحمل كله على والد والدته يعني دايما الشخص الشاطر يعني لو تتكر كده ابو القاسم الشاب عنده جملة حلوة جدا قال من يتهيب صعود الجبال يعيش ابدا الضهر بين الحفاف بدلا نتوقع تقول قص الظروف والعالم كله داخل تدور على ازاي انا اكبر وعندنا نمزج كتيرة جدا للشباب مصري يعني عملوا يعني ملايين الدولارات وهم لسه في سن بعدوش الثلاثين سنة طيب معلش انا عايزة ارجع مرة تانية لنقطة اكتشاف الامكانيات ده اهم حاجة طبعا يعني انا دماغ دلوقتي مع الشاب بكسب 400 دولار في الساعة هنشوف ومشتغلي عشان نشافت كرير احنا كمان ونروح له اكتشاف الامكانيات حضرتك قلت انه في بعض المدارس بتابع التقرير لولي الامر عشان تقول ان الطالب ده امكانياته كذا او دماغه بتوجه لده بتحب ده اكتر فبالتالي بيدي قاعدة عند الاب والام يبتدوا هما يرسموا الخريطة اللي ابنهم هيمشي عليها بعدين بيبتدوا يعرفوا ما بين البيت وما بين المدرسة ما بين التقرير بتاع المدرسة بعض الاوقات زي ما حضرتك قلت برضو قلت ان الاب والام بيقوش على درجة عالية من التقليم ان هما يساعدوا ابنائهم في حاجة زي دي هل ينفع اقرانهم هل ينفع صحابهم يكتشفوا امكانياتهم اه طبعا وخصوصا ان صاحبك ده بيتفرج عليك كتير جدا انا بسأل صحابهم ليه لانه هو الاقرب ليه هو ملاصق ليه في كل مراحل حياته حتى هو في المدرسة يقلبوا عليه لانه ممكن يبقى منافس ليه فيحاول بقدر الامكان انه هو يدخله في التجاه دي حقيقة لكن واواري طبعا اي حد بيشوفني لانه خلي بالك من حاجة صغيرة اكتشاف الامكانيات احيانا بيجي بفكرة المحاولة والخطأ يعني انا جربت الحاجة الفلانية عجبتني لكن انا لو مكتش جربتها مكتش اعرف ان انا موهوب في الحاجة الفلانية عشان كده كمان دلوقتي وجود اليوتيوب وجود الانترنت بيساعدك كتير جدا انك انت ممكن تكتشف موهبك كمان في بعض الاختبارات الموجودة على الانترنت اللي هي ببلاش ممكن تساعدك برضو ان انا نفهم هو انا يعني المثال اللي انا قلته فكرة النصف الايمن هو المسيطر ولا ايسر فيه اختبارات كتيرة جدا على انترنت بتقولك انت هل الفص الايمن هو المسيطر عندك ولا الفص الايسر فانا لو عارفت كده ده هيساعدني طب انا لو فص الايمن يبقى انا رايح ناحية حاجة معينة لهي ابداع والموسيقى والحاجة فص ايسر انا رايح ففيه حاجات كتيرة جدا ممكن ساعدنا. كمان ممكن أشوف ناس تخرجت وبتشتغل. واشوف طب هل أنا شخصيتي شبيهة بشخصيتي ولا لا. طب هو دخل كلية معينة. ودلقتي بشتغل الوظيفة المعينة دي. وأنا إلى حد ما طريق تفكير قريبة منه. وبالتالي ممكن بشكل أو بآخر. متوقع أوصل أوصل. أوصل. الاتجاه اللي أنا ممكن أمشي فيه. ويمكن كمان يحب أقول حاجة أنه في الأول لو اشتغلت حاجة غير اللي أنت عايز تعملها. إفضل إسعى لغاية ما توصل للي أنت عايز تعمله. إنه يمكن كلنا اللي عادين في الأعداء دي ما اشتغلوش الحاجة اللي هم بيحبوها في الأول. لكن فضلوا ورح المهم. عايزة أسأل بقى حضرتك سؤال تاني. هو سؤال في الحقيقة يعني عام شوية. لكن خلينا نسأل إيه المهارات اللي يمكن محتاجها سوق العمل دلوقتي. لو نتكلم على بشكل عام. حالو السؤال ده لأنه الشباب برضو لازم يفاهمين هي مش قصة معلومات في دماغي لأن احنا بنقعد. أنا بشتغل استشاري لبعض شركات. بنقعد في الانتربيو مع الناس أنا مش فارق معي بس المعنوات بتاعته. لأن المعنوات بتاعته احنا ممكن نعلمها له. يمكن في حاجة كده لطيفة بنسميها كي اس اي. مش السعودية ولا حاجة. لكن كي اس اي. الكي اللي هي المعرفة. ودي أسهل حاجة أعلمها له. الاس اللي هي المهارات. الاي هي الاتيتيود. ودي بالنسبة لنا أهم حاجة. الاتيتيود. يعني الشخص ده ملتزم. محترم. دغري. مش بتاع مشاكل. ده أول حاجة. مش تغل في تيم ولا لا. النقطة التانية بلى حاجة بتسألي عليها. فكرة المهارات. أنا عايز مهارات تواصل. عايز مهارات تفاوض. عايز مهارات الثبات الانفعالي. أول حاجة مهمة جدا بالنسبة لها هي مهارات التواصل. يعني عايز أقول لها حاجة مثال بسيط جدا. بيدخل شاب صغير لسه متخرج أو لسه في الكلية قاعد مش عارف يبصي لي خايف. عرقين. لازمات حركية. مثلا قاعد طول ما هو قاعد يهزي في رجليه. كل ده بيدي انطباع أنه الشخص ده ما قدرش يعني أحطه في مكان بيتعامل مع عميل. لأن العميل لو ضغط عليه شوية هو هي نهار. وهل هو شراطر فيه ناس ببشاطرين جدا. عنده مشاكل بس مش عارف. بس قادر ما يبينهاش. يعني تخالي حاجة مثلا. أن أم كلثوم كان عندها مشكلة في التواصل. أم كلثوم كانت بتخاف من واجهة الناس. وفي أحد المرات إيديها كانت بتعرق بشكل عنيف جدا. فأمها كانت قاعدة وسط الجمهور. فكانت معها حتة قماش بسيطة كدا. راح تديتها لها. من ساعتها أم كلثوم بقت بتعمل إيه؟ بتمسك المنديل. حاجة تانية طبيب نفسي يعني عرض عليها وقال لها فكرة. لازم تعاضي على كرسي ربع ساعة. والموسيقى شغالة وانت ما بتغنيش. وتعاضي بصي الجمهور. عشان تاخدي عليه. عشان لما تقف يتغني ما يبانش عليك الاتراب. ولا حد مننا اكتشف أن أم كلثوم كان عندها مشكلة مواجهة الناس. فإحنا دايماً بقول الكلام دليل للشباب. عشان ما تقوليش عصاني خجول. لا ما أنت لو خجول تقدر تعالج النقطة دي. لو عندك يعني مثلاً لو أنا خجول. طب أشتغل على القل على مهارات التواصل. لما أعود مع شخص قدامي. صوتي بقى فكرة التونيشن يعلى ويوطى. حركات إيدي. إيدي. ملامح وشي. كل ده يدي انطباع أن أنا شاطر. لكن معلوماتي قليلة. لو قاعد في الانترفيو. مهارات التواصل وحشة جداً. دخلنا في حت التفاوض معي. مش عارف يرد. حطنا تحت ضغط. ابتدى يقع مني. يعني أحيان بنا يعمل حركة كده لطيفة. حاجة دخلت يعمالي معي الانترفيو. أنا بعمل نفسي أن أنا باصص للكمبيوتر. وبسيبك. فتروحي قاعدة. أروح سألك. بس أنت وانا قلت لك تفضلي عودي. تقولي لي لا. أقولك طب هو الاتيكيت بيقولي أنك تعودي. تقولي لي. هنا بقى بشوف رد الفعل. أنا مرة ولد عملت معا كده. رح سايب القوضة وخرج. فده ما فيش ثبات انفعالي خالص. فدي من الحاجات مهمة جداً. أنه لازم يبقى فاهم أنه لما بيدخل الانترفيو. أنا المعلومات اللي عنده دي. على دماغي من فوق. بس أنا مش أهم حاجة بالنسبة لي الكاركتر. عشان كده الأباء والأمهات لازم يركزوا أن أنا أعمل ابني يبقى كاركتر. أوائل الدفع زمان كان منظرهم إيه أو كنا بنفكرهم إزاي. نظارة أعركوا بايا. منحني لقدام. لو كلمت. لو زعقت فيه خط. كان مكفى على الكتاب. بس. أنا عايز ولد عنده ثقة بنفسه. عارف يبهرني في الانترفيو. وخصوصاً لو حك ما أقدم مثلاً على وظيفة. هتشتغل في مثلاً حاجة زي البيع. طيب إزاي أنت معرفتش تقنعني بنفسك وهتروح تقنع عميل بالمنتج اللي أنت بتتكلم عليه. صحيح. ده مهارات التواصل كمان يا فندم. مش بس إنه يكون الموظف بيتواصل بشكل مباشر مع الجمهور. حتى بينه وبين زميله كمان في الشغل. دي حقيقة. عشان تبقى بيئة العمل بيئة نجاحة ومنتجة كمان. أنا أقول حكاً على حاجة. إن كانت حتى الشباب يدخلوا وتفرجوا عليها. مهارات التواصل ولغة الجسد نجحت رئيس جمهورية. عارف يعني يا رجحت رئيس جمهورية. 1960 نيكسون قاعد قصاد جون كينيدي في أول مناظرة في التاريخ. وكان لسه التلفزيون في بداياته في أمريكا. جون كينيدي قاعد إزاي باللغة البلدي. عندنا كده برينس قاعد حطت إيديه بالمنظر ده وحطت رجلي على رجله. واثق جداً من الناس. نيكسون قاعد منحني كده شوية. صورة موجودة على إنترنت. ريت شباب تخلوا وتفرجوا عليها. الناس اللي شافت المناظرة في التلفزيون قالت جون كينيدي لازم يبقى رئيس الجمهورية. اللي سمعوا المناظرة في الراديو قالوا نيكسون هو اللي لازم يبقى رئيس الجمهورية عشان راجل حكيم. مين اللي انتصر في الآخر؟ لغة الجسد والتواصل. فأفاز ساعتها جون كينيدي. ده اللي احنا عايزين وصله للشباب. بلاش باهتمام كله منصب على فكرة المعلومات. يعني مهم جدا أنه هو ينمي مهاراته. طيب لو فيه يعني نصيحة سريعة جدا من حضرتك أنه إيه الحاجات اللي هم محتاجين يعملوها؟ هل مثلا يدخلوا يقروا على الانترنت أكتر؟ هل فيه حاجات وانتوان يقدروا يعملوها أو يقدروا يعودوا مع ناس معينة يعلموهم أكتر أنهما ينموا مهاراتهم دي. إيه اللي دلوقتي موجود؟ طيب الإراءة دي أهم حاجة وكل رواد الأعمال النجحين بالجيتس وستيف جوبس كل الناس دي. يعني بالبلدي عندنا دودة إراية. حاجة تانية يدخل يتفرج على فيديوز. يو يشوف الحاجة التالتة. لو مثلا محمد الشاز لصحبي وهو شاطر في الكوميونيكيشن أتفرج عليه واشوف بيعمل إيه. الحاجة الرابعة أقف قدام المراية أتعلق. أشوف نفسي. لا أنا عايز دلوقتي يوشي يدي انطباع الحماس. أنا دلوقتي عايز وأنا صوت يعلى ويوطى فهيبتلي أقدر أجرب مع نفسي. الحاجات دي لو تدي يفكر فيها ويجربها ويعملها. هيبتدي كل المهارات تسعة وتسعين في المية منها مكتسب. الكاركتر هي مي بي. يعني مثلا أنا لو عنديش كاريزمة صعب أن أكتسب كاريزمة. لكن لو ما عنديش كاريزمة أقدر أحسن مهارات التواصل. عظيم. حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا وهي الانتربيو دي محتاجة فقرة لوحدة. طبعا. يعني محتاجين نتكلم على الانتربيو برضو لأن دلوقتي في بعض الكليات بتعمل الانتربيوز. فهنا بشكل أو بآخر مهم جدا بنسبة ده غير الاختبارات بتاعت القول. يعني في بعض الكليات بتتطلب فكرة الفيس توفيس انتربيو. إزاي برضو طيب خلاص بما أنه دلوقتي نتكلم على الطلب. إزاي الطلب يعديه؟ ما هو أنت لازم تبقى فاهمه. واللي قدامك عايز يسمع إيه. واللي قدامك بيختبر عندك إيه. يعني أحد النقاط الأساسية اللي بنختبرها عند الشخص هي فكرة الثبات الانفعالي. وعشان كده احنا أحيانا ممكن نحطه في موقف أو نسأله سؤال ممكن ما يكونش سمعه قبل كده. طب اللي دخل وقعد ده وحضرتك قلت له ما اللي قعدك هيقولك إيه. هو أنا عندي ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول اللي عمله ده أسوأ احتمال أنه ياخد بعض ويمشي. الاحتمال التاني بيبقى سيء برضو شوية. نروح واقف يقول لي طبعا فان بقنا وقفتهو. حاك يقول لي تفضل. فده طبعا تصرف مش مخبول. الاحتمال التاني يقول لي أنا ياسف فان بفعلا حاك عندك حق هو أنا كان مفروض أن أنا أكشولي أنتظر لغاية ما حاك تقول. ويفضل قاعد. خلاص خلاص مش مطلوب. هو احنا بس بنشوف رد الفعل بتاعه شكله ايه. قصة كمان من حاجات مهمة جدا أنه حاك لو أنت بتتكلمي تشوفي ردود أفعال وش اللي قدامك هل الكلام اللي أنا بقوله ده يعني بيلاقص تحسان عنده ولا. لأنه أحيانا تلاقي الطالب مسلا أحد دول تفاصيل كتيرة جدا مش عايز التفاصيل دي. واسيبه مرة وبعد كده باجي وقول له لا لا سيبك من قطة دي خلينا هو كده مش فاهم ما أنا عايز ايه. كمان في حاجة لطيفة جدا. لو أنا عارف أن النهار ده هاجي أقعد مع محمد الشازلي أدخل على اللينك دي ام بتاعه وفيسبوك بتاعه عارف بيعمل يعني لو تفتكر. زي ما احنا بنعمل مع الضيوف. دي حقيقة ياس. أحمد حلم في فيلم اكس لارش. لما كان بيحب بدون يا سمير غاني. صاحباته البنات قالوا له ايه. قالوا له ادخل على السايت بتاع الفيسبوك اكاونت بتاعها. وشوف بتاكل ايه وتحب بايه وتسمع ايه. وإيه فخلاص فهم هي عايزة بتاع تسمع ايه. وده زكاة طبعا. بس زي ما اتفاقنا نفي فقط ان شاء الله نتكلم فيها. وتحضير كمان اتباع ان الرجل ده شاطر والتاني ده مكبر دماغي. نشكرك طبعا. نشكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. شرفتنا ورتنا دكتور رأفة يوسف. أستاذ الادارة وخبيرة التنمية البشرية.